أن قطر تواصل دعم الإرهاب والمتشددين والمتطرفين العام الماضي أنا شرحت الوضع في الخليج عندما يأتي إرهابي في قناة قطرية ويبرر الهجمات الإرهابية فهذا طبعا أمر غير مقبول عندما يحد على الكراهية شخص على قناة فهذا غير مقبول استخدام المنابر الإعلامية من أجل بات الفتنة في دولتنا هذا غير مقبول تقديم مئات الملايين من الدولارات للحجد الشعبي وحزب الله من أجل إطلاق صراح الرهائن هذا غير مقبول هذه هي المشكلة التي لدينا مع قطر أما غير ذلك فهي دولة عظيمة هم جيران ولدينا تاريخ مشترك ومصير مشترك ونعرف ذلك نعرف ذلك جيدا هذه فقط السياسات القطرية هي التي يجب أن تتغير لا يمكن أن نسمح لهذه السياسة الحالية أن تستمر هي بدأت في 1996 عندما كان أبو الأمير القطري قد أطح بوالده ليصبح أميرا وبعد ذلك في 2013 عندما سحبنا سفيرنا قال القطريون إنهم سيوقفون تصرفاتهم وقعوا اتفاقية وبعد خمس سنوات لم يطبقوها ونحن قلنا لهم طفح الكيل عندما تقررون أنكم ستغيرون سلوكا وأن تخرجوا من الظلام فسنكون مستعدين لاستئناف العلاقات معكم